الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي على طاولة اللجنة الوزارية العليا المكلفة بمتابعة هذا القطاع الاجتماع حدد حاجة وزارات ومؤسسات الدولة لتطوير قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي فضلا عن ادخال مفرداته في المناهج التعليمية العراق سيكون الدولة الاولى في العالم اللي تكتبت استراتيجية الى الفين وخمسين اللي يجعل العراق السيليكان فالي قرية المعرفة للميدليست للشرق الاوسط بدأنا بوزارة التربية وزارة التعليم كانت حقيقة المحور الاساسي عليها لان وزارة التعليم هي اللي يتدرب ثلاثة مراكز للشباب تم اختيارها في بغداد لاستقطاب المواهب الشابة والعمل على تنمية مهاراتهم في الذكاء الاصطناعي اختارنا ثلاثة مناطق اللي هي مدينة الصدر رح يكون هناك نادي وايضا في العامرية وكذلك في منطقة البنوك هذه النوادي رح يكون لها دور كبير في تنمية الشباب وتطويرهم في مجال الذكاء الاصطناعي وصناعة الروبوتات وبالتأكيد هذا يأتي لمواكبة التقدم العلمي الحاصل في العالم القيادة العراقية تشدد على ضرورة توظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات تنويع موارد الاقتصاد العراقي خاصة في القطاعات غير النفطية حازم الشرع العراقية الاخبارية بغداد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة